السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهى اليوم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله الفيديو التاعي اتصبكم في أحسن الأحوال انقل خياتي بدمال الفيديوهات التاعي راهي تطلع عليكم مع الصبح قولكم صبحكم في ربحكم صبحكم بربحكم ومية المعزة في مراحكم خياتي إن شاء الله تكونوا كما قلت لكم بخير وعلى خير هنا خياتي حبيت نبدالكم الفيديو التاعي من القهوة تاع الصبح نبعد طاقة إيجابية للأخوات نمدها لبعضنا نتوانس مع بعضنا وهذا يمد طاقة إيجابية نحفزه ونحن نجوزه أنهار شباب بإذن الله خاصة كي نبداوه شباب وهو رايح بإذن الله يكمل الملح كما العادة والعوايد دائما كي تنوت شرب هذه القهوة التي محال تستغنى عليها هذه القهوة حلي بنص نص هي اللي رايحة تريقلي لهذاك المورال من بعد كيما كامل الأخوات وكيما دائما نقول لكم مدوا يالو كان 4 ساعة اشربوها في غردكم واحد ما راهو رايح يجري موراكم شغل ما راهو رايح يخلص العمر يخلص والشغل عمره ما يخلص هما لا نصيحة مني اشربوا قهودكم في غردكم وخلوها تخلاي لحب التخلا مقال موراليكون آلس هما لا خياتي اليوم نشارككم صبيحة تاعي كما قلت لكم أنا رايحين انطيبو الرشتة العاصمية أنا رايحين خياتي كما قلت لكم نجوز وصبيحة كيف كيف أنا نص نهار تاع صباح التاعي واشترت فيه يعني اليوم خدمت نص نهار تاع صباح وتاع العشية دخلت هدا في هذا طيبت فطوري اللي هو كباب وعجنت المطلوع وزدت معه ثانيت هذيك الرشتة العشية قلت نسلك هالفطور ما راهو رايح يصر الهوانه يعني نسلك هنطيبوها يعني نسلك هنطيبها في هادك نص نهار تاعي تاع صباح أولي عشية نروبوزي شوية بس يعني حسة هادك التعبراهو كامل يرجع لي يولا لمرواراهي هنا يداي تدارت هدفيرا وقالت لقاتلي صوريني شوفوني كيدة هدفيرا وقالت لكم عرض الازياء شوفوا هاي لا يشابه ولا لا لا يهمالكي ماركو تشوفو حكمت انا هنا قطعت حبيبات على البصل ودرت الكباب بتاعي اللي كنت سبقت وشاركتكم بهزوج مرات ولا ثلاثة في القناة يعني راني دايلة الوصفة التاع وراني رايح نحط لكم الرابط تدخلو للوصفة دايلة اكتمو ودرت يعني القيمة بركل الفطور عجنت كي ما قلت الخياتي شوية على المطلوع قليت هادك البصل التاعي انا صراحة ان كين نخدمها كده يا شغلت عصباح نسلك معا شحل من حاجة والله العادي مغر لحشية تقديروا تقولوا ما عنديش حاجة كبيرة لنديرها مش القاعد نرجع للتصوير والمونتاج يعني غير القاعد لما كاش عندي شوية خدرة نفرزها عندي هنا كيلو تاع الفارينة راني رايح نديروا هادك المطلوع كما قلت لكم ما رانيش نعجنها كده يا كمية صغيرة يعني ندير هادك الكيلو رايحوا رايح يشدلي هي ماء اليوم وغدوا ان شاء الله سوفتو مع العشاء راهي كينا رشتا بإذن الرحمن عندي هنا البطاطا انا دايما نغسلها قبل ما ننقيها سواء كانت هادك تاع التراب الحمراء ولا واحد اخرى والفتنغسل الخدرة التاعي قبل ما ننقيها هادك الخبز تاعي الأوفال يتقطع ليدلي هادك دي مغسو كيما نحب هنا نحب نديرو بهاديك الافوم عندي هنا فليو حكمت هادك الربطة بشاني حنشارككم الوصفة بصح ماشي اليوم المينو التاعي راهو شارجي لغدوا ان شاء الله هل انا رايحين نديرو بطاطا بفليو عندي شوية وقت هيا سبحت مع هادك الربطة تاع الفليو حتى كملتها هادك الكباب بتاعي راهو جاه واجد الله الله تجمر ودرت له العقدة التاعو كيما تعارفوا كان من كامل اللي هي بيض ومعدنوس وشوية من المرقة وحبيبات أولاد الجاج وعصرات على القاس ماشي ماشي رشا هما كما راكو تشوفو خياتي هنا نجوز لهاديك طابلة التاعي حاجة بينغسلت الماعن ونفرز هادك الدنيا التاعي كملوائل هادا ونط تعارفوا هادا وانا نفحلو كشمايا كل كان راقد هما لانات دوكاتيك باش كلا حاجة ما لحقش كامل اللي فطر قال لك انا ما نفطرش دوكاتيك راني شوية فاشل احنا نجوز خياتي للرشتة التاعي واش عندي فيها كما قلت لكم الرشتة الاصلية اتجي بالجاج انا عندي هنا يلا لفخاد عندي اللفت هي كاي الناس يديروا القرعة ولا يديروا قرعة ولفت انا صراحة نديرها كما تجي اصليا نديرها لفت وحدها ولا يعني تحتمت وما كانتش كامل هديك اللفت اللي انا رايحين انعودوها بالقرعة عندي هنا قدرة فيها شوية سمن السمن لازم خياتي لحبيتو طاجين تاعكم يجي بنين ويجي فيها الريحة تعزمن لازم يكون هادا السمن عندي هنا كمية سمن وكمية نسحق نسحق للطاجين كما قلت لكم عندي هنا حبة بصل كبيرة إذا كانت صغيرة ماذا بكم تديروا وزوج خاصة إذا كانت كيلو تارشتها كاملة عندي حبيبات حميصة وعندي كما قلت لكم هاداك البصل ماشي فروبو يعني مسكر فجفة هاداك الخشين اراه رايح يخرج لي مرقيق مخشين يخرج لي متوسط سحق يتعود تاع القرفة وسحق يتعود تاع الملح وفلفل كحل هادوهما الحاجات ليجوا لرشدة تاعنا ما كان حتى حاجة اخرى هنا انا نحب لها الفخاد خير وخير درت لها الفخيضات هادوهما تاع الحم اللي ما يحبش الجاج ومتوفر عنده الحم اي بدل وش عليه ما بالصح هنا كما قلونا نطل حاجة حقها رشتة جينا بالجاج وجيبنينا خير وخير حتى اللون تاع المرقة تاعنا رايحي يا طي لون شباب خير وخير وهادك كما قلونا هاداك وغير ما يتحرق حاجة بينا لازم نحركوا والفرن ما يكونش قاوي باش طاجين تاعنا ما يتخطبش يا رب العالمين ما يتخطفش في الطياب ان شاء الله يا رب العالمين برنو سستر الكامل الاخوات اللي كما قلونا هم عازبات ان شاء الله رب يعطيهم الزوج الصالح كما كانوا يقولون مالينا بكري رجل مليح ويتغرسوا كين نخلا في ديارهم امين يا رب العالمين هنا من رقت هذا الطاجين تاعي خليتوا بقبق شوية لداخل تختخت هذه المرقة شغل لدخلها طياب هنا يجس نحط هذه اللفت التاعي كما قلت لكم هي الوصفة الاصلية هنا كين نمد ملاحظة كين الناس يحبوا يخافوا المرقة تحتاجهم مش عاقدة يسكرفجوا ويحبوا تحتاج اللفت هذيك هي اللي تخلي لهم المرقة تحت تلبي هنا فقط حبيت نفتح قوس كما عاودت الرشدة التاعي راح لي ذلك المقطاع كي نقول لكم ما لقيتوش سوبري مالي ولا كنت نصور الكاميرا كانت طافية ولا الله ما نكذب عليكم المهم الرشدة التاعي نحيتها مصاشي دهنتها بشوية تعزيت في الجفنة حليتها مليح مليح درتها فارط الفورة الولانية كي فارط فرقتها داخل الجفنة التاعي هنا كين الناس يعاودوها بالمرقة من نولة انا ما فضلش هذيك طريقة نحسها لو كانت قعد شوية الدور يعني تحسيها كلي قاعدة تمسقيها ونحيتيها انا نعاودها بالماء الماء والملحة عادي خياتي والرشدة الاصلية يندال لها مع الاخر ماء الزهرها جباينة الرشدة العاصمية اللي يحب الدوق ولي ما يحبش كما نقولو سيبالابين يدال لها المزهر كما راكو تشوفو خياتي اعاودتها كما قلت لكم بالطبع ترشوها بس كل الرشدة ماشي كما الطعام الرشدة دايمن يحبط لها هذك الماء للتحتها نقعد احنا نخلطو فيها مع هذك شوية الملح كي نحسوها تشربت وفي الدينا نحسو لها تبعان يكون لونها شوية غامق رحي رايحة بياض من غين ما تتعجن تشرب الماقصها اهنا في هذ الوقت خياتي نعني نديرو لها شوية عزي تمور ما تشرب بالمان نحلوها مليح ونعودو نردوها تفور الفورة التانية يعني تفور زوج مرات فقط ماشي كتر من زوج مرات كي تفور المرات التانية تتفرغ في الجفنة عادي وندهنوها بالسمن ولا بالزبدة بالحاجة اللي تفضلوها انتوما اهنا يا خياتي هاوليك هايلك رشتة تاعي حطيتها هذك لحميصة دابت كما الزبدة هذك الفخد تاع الجج كما نقولو اللي راني مشبحها بهم الفوق وزينتها بهادوك هذك البراج تاع اللفت كما راكو تشوفو خياتي الى تكسرت ولا دقتقت هي راهي طيبة كما الزبدة ديروها في فمكم الدوب كما زيتوا تضحكو الشيخ اللي بلاسنان يكلها بصحتو وهنا تاني ترشيتها بالقرفة يعني تمتلها ريحة شبه وكما نقولو الديكور تاع تاع الاجتماع هي بيضة والمرقة التاحة شوفو كيفاش جاية ملبية وميدوما شوية صراحة جات كما نقولو نودكم ما نشهيكم جات والله غال متنشبعت جات هيلة وخفيفة قلتلكم تاني تهنايا في المعاودة اني قلتها لكم ونزيد نعاودها في المعاودة يتعاودوها بشوية ترشوها بشوية تاع مزهر ولا ما تفضلوش المزهر سيبالابان عاودوها غالب الماء بإذنين لكاش نهار نعاود نفورها قدامكم ما ركو تسالوها لي فورة واحدة ونعاودوها بإذن الله هنا خياتي وشو نقولكم الفيديو تاعي خلاص باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة